يا رب صبرني فقولك يا بنادم انت انا حنام فيه انا تعبانة وعايزة نام وتعبانة جدا كمان خلص بقى اليوم ده وشوف حنام فين او شوف لك انت مكان تنام فيه اشوف اشوف ايه انت عامية ولا حولة الوضع دي قطي وانا اللي قاعد فيها انت بقى عايزة الزفات تقومي شوفي مكان تاني ما عنديش مانع اما انا ما تكبرينيش على حاجة انا مش عايزها انا حقود هنا وهفضل هنا وانت عايزة تتكل على الله يبقى من غير مطروط وورينا هتطلع ازاي فقولك ايه عدي الايام اللي بيننا على خير هي يا سنة بالطول والعرضة هتعدي وقولولا ان بابا حلف انه يتبرع بكل مواله وكمان هيقفل المشروع الجديد اللي انا عايزاه لكان زماني ما تجوزته فعدي الايام دي على خير لان انا مش نقصة يا كارب يا مين الله حفتح دماغك بأي حاجة ودي مش اول مرة انت مش تاه هاي عبد موتة طلع ها فانا قلت الابوي قلت له بلاش جوازة شقمي دي يقول لي انا وعمك هنشترك في مشروعه لازم جوازتكم قبل الشراكة جوازة نيل على دماغك انا بقولك ايه انا حلام على سرير والسرير كبير عايزة تحط جزم خدات في النص وتتخمدي عايزة تفرشة على الارض وتتخمدي انت حر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله عليها افضل الصلاة والسلام حبايب قلبي قبل ان نبدأ حلقاتنا اذكروا الله صلى الله للحبيب المصطفى علشان تكسبوا سواب وانا اكسب معكم السواب حبايب قلبي ما تنسوش اللايك والاشتراك علشان ده بساعد الفيديو انتشار اكتر واكتر ويلا بينا نبدأ قصتنا في بيت في الصعيد كان قاعد الاخ الكبير فحجرة في جنينة الاصر ميجهزها وبيعود فيها كان كل ما يتدايق او يفتكر زوجته يعود فيها فهو الاخ الكبير للعيلة والمسؤول عن العيلة قرب منه اخوه ولاقى قاعد حزين وباستمرار في القوضة تكلم وقال له ما لك يا خون فيك ايه يا مهدي بقى لك يا حبيبي اكتر من عشر تيام بتتهرب هنا من اي حاجة وبتقعد طول النهار حتى الوقل ما عنتش بتاكل زي الناس جاعد حزين ومهموم حتى المجلس شبته بمشاكل وانا اللي عنت بحل مشاكل الناس وساعات كار معينك الكبير وانت اللي لازم تكون حاضر فيك ايه يا حبيبي قل لاخوك تعبان يا محمد تعبان جوي يا خون انت عارف يا محمد اني خلفت مليكة بنتي بعد ما خلاص كبرت وبقيت عمال باخد احلاجات انا وامها من غير فايدة بس ربنا قرمنا بعد ما انت كمان اتجوزت بكتير جوي وخلفت ابنك اكان ابنك عنده وقتها 8 سنين او 7 معين انت متجوز بعد يمكن بعشر سنين وانا خلفتها بعد 18 سنة جواز او 17 سنة جواز انا تعبان وخايف على مليكة مليكة عنادية وعايزة الشغل واللي مخوفني اكتر ان هي وكارب مش على وفاق ببعض انهاء طول النهار ناجر ونجي بقول لما ربنا ياخد امانته مين هيبقى ضهرها مين هيبقى سندها مين هيقف معاها مين هيحاول يرعاها مين هيهتم بيها اذا كانت هي ولا دعم ان المفروض سند لبعض مش بتبالوا بعض اندى شايف تعاملهم ازاي خليها تتجول واحد يزعايلها او واحد يضايجها هتروح لمين وتشتكل مين وانا مش عايش لها لعمر كله كان بيسمع محمد اخوه مهدي بواجع فهو بنسباله لاب وكل حاجة بعد موت ابوه ورغم كبر سنهم الى ان هما الاتنين مع بعض وحبين بعض هي دي الاخوه اللي بجد مهما كبرت في السن فانت بتحكيت تاج اخوه وعايزه معاك وفي الوقت ده اتكلم وقال له ايه دي يا مهدي اخوه انا عارف ان المليكة وقارم ابني مش على وفاج مع بعض بس اكيد لما تجع في ديجة هتلجأ له ده هو ابن عمه ولازم تلجأ له ما تدعيكش روحك وان شاء الله في حل لكل حاجة صدقني هم اولاد عم بس اكيد ووقفين ضد بعض بس بعدها هيكونوا ايدوا واحدة بتتحك علي ولا بتتحك على نفسك ده زكان يا محمد كرم ابنك بيتحيل عليك تاخدوا بيت بعيد وكمان مش برضى يجي البيت وعلى طول جعت في الاستراحة واوجات الاكل بيكلها معاك لو مالكة مش موجودة موجودة ما بيرضاش ومش هقول تصرفات ابنك اللي كده تصرفات بنتي نفس النظام وطول ما بيقعدوا في مكان من بعض نسمع جلة أدبهم على بعض وازاي كرههم اللي واضح لبعض انا تعبت خايف اموت واسيب بنتي وبنت عنيدة ممكن اي حد يضحك عليها او يستغل قره كارم واضحك عليها علشان يبعدها عنكم خايف خايف وبتمنى مما موتش غير وانا متطمن عليها في عسمة راجل يحبها وابن عمها يكون سند ليها وهنا محمد كان عاوز يريح أخوه اللي شايفه تعبان ومدهي ومخنوق يتكلم وقال ايه رأيك بدلهم ما بتهربوا من بع بعض بيتهربوا وبيبعدوا انا عندي فكرة تحل ده كله ونخليهم يجربوا البعض غصبا عنه اي مشروع اي واحد فيهم عايز يعملوا نخلي التاني شريخ غصبا عنه وكمان نشترط عليهم انه هما لازم يعيشوا مع بعض سنة مش جوازين فقودة واحدة واكل وشربوا مع بعض ولا الا هنحرمهم من الشغل في الشركات وفي اي حاجة وهنوقف حالهم فكر معدي في كلام أخوه وقال بينه بالنفسه ان ممكن العشرة تخليهم يتقبلوا بعض وقال خلص انا موافق ايه الفكرة ده صحيحة الاتنين ممكن يتكبلوا بعض وممكن كمان مع الوقت يحبوا بعض ويبجوا هما الاتنين مع بعض العمر كله وما لقلكش عليها وبالليل اجتمعوا مع بعض طلبوا من ماليكة وكارم انه هما يجوا علشان عايزين يكلميهم ماليكة كانت متضايق ان هي مجتمع مع ابنة عمها فهي مش بتحبه مبسط لوليدها بدي وقالت فيه ايه يا بابا طالب مني انت وعمي ان اجتمع هنا ليه مع الكائن ده انت عارف ان انا ما بحبش اكون موجودة معاه في مكان ولا بحب اشوفه تقوم تطلب ان احنا نجتمع مع بعض وان احنا نكون مع بعض في مكان واحد انا بعد ازنى مش حاب بحضر الجلسة دي ايه دي على نفسك يا بنت عمي انا اصلا مش طائجة بص في خلجتك بس هعمل ايه بحترم ابوه يا مزاي واحدة ايه المهم يا بابا بعدتلي ليه انت وعمي وانت عارف ان انا مش عايزة اشوف بغزة الاخص دي ساعة ما بشوفها يومي كله بينجلب ده حتى لو شفتها بليل زي دلوقتي احلامي بتتجلب لك وبيس مهدي كان تعبان ومش قادر يتكلم وتناهي التنهيدة طويلة سمحها اخوه ايه اللي فيهم ان اخوه بقوله مستحيل ده يحصل فاتكلم بصوت قوي صوت خليهم الاتنين اللي وقفين مش قادرين يتنفسوا وقال فاكم ايه انتو الاتنين ما بكفياكم بغا جلت حي اوكي اننا مش جاعدين ولا عاملين لنا اعتبار اسمع يا ايه انتوهية انتو ولاد عم وغصبا عنكم لازم تجتمع وتكونوا البعض سنة وانا شايف بغا ان كنتو مش بتجتمع برضاكم فانا قررت انا وابوكي وعمك الكبير يا استاذ ان احنا هنجتمعكم غصبا عنكم من النهاردة اي مشروع انت تخشه عمك هيكون شريك فيه وبقى ان ماليكة هي المسؤولة فهتكون شريكة معاك وانت كذلك يا ماليكة اي مشروع هتخشيه كارم هيكون شريك معاك علشان انا اللي هو المسؤول عن كل شغلي فاهمين انتو عمالين تجسموا في الشغل وفي الورث وكأن مش في حد يملعناكم وكأننا موتنا بتتورصونا بالحيا جلت ادب وجلت حيا منكم وانا خلطنا واخويا تعبنا وطفح الكير وبنت اخويا ولا على كيفها ولا حاسها بابوها التعبار وابني ولا حاسس بالدار وكأنه من بعد مش هينفع يكون كبير ولا راجل لعيلته اسمعوا باجا انا وابوكم مش خدنا بس القرار دي فيه قرارت كمان علشان نموينكم او مش نشيلكم من الشغل اللي انتو شغالين فيه ويا من الله لو رفضته لكون ما مخلكم تعرفوا تشتغلوا شغلانا وجعادك في البيت يا ماليكة زي اي بنت في البلد وما هخليك اتحجاجة احلاما وانت هتردك متضار اسعى واللي جيت حد يشغلك يبقى لك عندي الكلام انتو اللي اتنين هتتجوزوا لمدة سنة ونص مع بعض في قوضة واحدة هتقلوا وتشربوا في نفس المعروض وفي الشغلة هتتعاملوا مع بعض ولو رفضته باجا انا قلت اللي عندي في الوقت ده الكلام نزل على ماليكة وكارم كأنه صدمة ماليكة تكلمت وهي بتضحك باستهزاء وبتقول ايه اللي حتقوله دي يا عم طريقة على فكرة كلامك اللي بتهزر بيها مش حلوة ولا تضحك ولا تخلينا نقعد نضحك يعني انت عايزني اتجوز كارم ما لاجتش من رجالة الدنيا كلها غير كارم وشاركوا كمان في الشغل الكلام ده مش حينفع صح يا ابا ولا انا بقول كلام انا مش فهمها ولا ايه بالزبط وهنا الحج ما هتتأكد ان كلام اخوه لازم يتنفذ لان بنته عمره ما هتمشى على مسير ابن عم ولا عمره لو احتاجت ابن عمها هتروح وهو خايف عليها وشايف ان بنته بقت متمردة حتى ابن اخوه بقى زيها ويتكلم وقال عمك قال كل حاجة يا مالك انا الظاهر من دلع عليكي ما عنتيش حتى بتراعي اني راجل كبير واني ليه كلمتي والظاهر ما عنتيش شايفة اني انا ينفع اقول كلمة اصلا علشانك دي ماشي وطيحة في الكل حتى بتعلص صوتك قدامي قدام عمك حتى لو ابنتي وابن عمك على خلاف ما ينفعش تعالص صوتك ولو ابن عمك اتجوز لحد فانا جيب لك حقي بس للأسف ابن عمك حتى لو جوز لحد فانا مش جادر اتكلم لاني بنتي لغتني وعمالت هين فيه ولازم هو يرد هقول له ايه عيب يا ابن اخوي دي بنت عمك وانا بنتي محترمتنيش وجللت مني اعمك قال اللي عنده لا اما تقعد تستنى نصيبك ومعادش ليك دعوه بالشغل وانا اللي همسك الشغل انا واخوي وابنه كمان حيطلع برا الشغل ويشوف له شغلانا لا اما تنفذه لمطلوب من نقل لان انا بصراحة تعبت وجرفت منيكم طول عمري وانا واخوي مع بعض توقف مع ان الفارج بيننا كبير طول عمرنا احنا قدينا في قدام بعض لكن انتو هتخلونا نتفرق وهتوزعوا منا والغريب حينهب فيه بسبب خلافكم ممكن ديوصلكم ان انتو تكرهوا بعض لان انتو اللي ادتولوا الفرصة وهنا ماليكة دائق جدا وش هتحول الحزن مكايتش عارفة تعمل ايه او تقول ايه هي مش عايزة تدائق ابوها بس في نفس الوقت هي مش عايزة تتجوز ابن عمها والكلمة بديق واضح وقالي ايا بالخلام اللي هتقوله دي انت عمرك ما غصبتني على حاج اعلامي وشغلي سيبتهم براحت حتى لما بيجيلي واحد للجواز بيسيبني انا لوافجة وارفة ودلوقتي تيجي تخصبني ان اتعامل مع شخص انا مش حابة اتعامل معاه واكون ميراته والمد السنة ونص كمان لا يا بوي انت عمرك ما تعمل فيك دي القب تناهد بديق وبصلها بديق وزعل كأنه هو اللي سمح لها تتمادى في كل ده من كتر حبه فيها وانه كان عاوزها تعيش كل حاجة هي عايزة تعيشها وقال لها وياريتني ما تعملت معاك بالاسلوب دي لان الاسلوب دي خلاك تتمادى تتمادى وتنسي ان ابوك واني انا اللي حرية الكلمة عليك انت تمديتي جوي يا بنتي تمديتي لدرجة ان انا خجلان خجلان من كل تصرفاتك بقيت عايزة عندي وخلاص انا حبيتك لانك بنتي اللي جات لي بعد 18 سرة جواز حبيتك لدرجة اني كنت عايز اعملك اي حاجة يمكن كمان في موت امك لما تأثرت ما كنتش ببين علشان ما حسسكيش كنت بحاول بس ده كله يا بنتي خلاك تتكبري حتى على ابوك انا قلت اللي عندي لانما تسمع كلام المرة دي وتعيش برضايا لانما هعايش الغصب عنك وبرضو برضايا يالله يا خوة سيبك من الاتنين دول هم اكيد عندهم عجل وعندهم مخ يشغلوه زي ما هم عندهم مخ يجب في قصاد بعض كيد عندهم مخ يفهموا مصلحتهم فيه خلينا نروح المجلس ونسيبهم بقى يشوروا مع بعض هيوافقوا والله يرفضوا ولو رفضوا هم عارفين احنا ممكن نعمل ايه اوه هتكونوا مفكرين ان احنا كبرنا في السن وان انتوا هتمشوا كلامكم علينا لا ده نقصر ضلعك وضلع اللي واقف جنبك انا اكبرت بس لسه لي يا كلمتي والكل بيحترم مش هيجي عائلين زيكم ولاد مبارح يجللوا من كلمتهم من احترام يالله يا خوة يالله يا محمى اتصيبك من الهب لدور وفعلا مش الاخين واسابة ولاد العم وفي الوقت ده بسط لابن عمها ودي بس كان من جواها حزينة لانها اول مرة شوف ابوها بيتكلم محا بالنبرة دي وقالت له بدي عجبك اللي حصل دي وعجبك زعل ابويا مني انت مش بيجي من وراء غير المشاكل والهم يا كار طول عمرة جلاب الهم والمصائب لي عجبك كده وهو ايه اللي يجبرني اتجوزك ايه انت عجبك الموضوع جوي كارم بصلها من فوق لي تحت بكل دي هو قال لها بدي انت هابلة يا بيت انت ولا انت اللي كده هو انا كنت فتحت بجة ولا تكلمتي ولا قلت أسود ولا بيض مش انتي اللي عمنا زي ما حطت الأزاعة قعدت تتكلمي 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 لا حد ما عمي شاط علينا وقال اللي عنده انت عايزة ايه تقاني بس بني باجا في حالة يا الله يكريمك مش كفاية تدبستي في الدباس السودة دي ولو جيت اتكلم حسمع كلمتين من عمي وابوي انتي ايه موخك مش فيه انتي مش شفت عمي وابوي كان بيتكلمه ازاي المفروض من اول ما دخلت كنت تفهمي على وشهم وملامحهم ان في موضوعه متفجيني وبخططه على بعض وكنت تتكلمي بهدوء علشان مش نتدبس في النصيبة السودة دي بس ازاي باجا حضرتك لازم تتكلمي وتجل لأدبك تجريني في الكلام يجوموا هم جالين قرار زي الزفت يخلوني واجف مشلول تسيبيني افكر واجول ازاي انتخلص من النصيبة دي لا ازاي لازم الرأي ليك والشورة ليك في كل حاجة الجومي جاي لك كلمتين من ارفزونهم بزيادة تخلوهم يجلبوا علينا الموضوع اكتر واكتر يا شيخ ارحميني ده هتبقى ايام سودة كارم قال الكلام وهو متضايق لانه هو ما يحبش يتغسب على حاجة بس ابوه وعمه حطه تحت الضخط وكله بسبب اللي اتكلمت وبدأت تجري في الشكل ممكن كان لها مليون حال يطلع من النصيبة دي بس بعد ما شاف اسرار عمه هي قلت من كلامه هو قالت له بقلق طب هنعمل ايام كارم دلوقت في النصيبة دي ابويا وابوك شكلهم مصممي هنكنوحهم ازاي اسمعي بنت عمه انا ما عنديش اي حساب او اي فكرة ان انا افكر بيها الاول كنت ممكن استعاطفهم كنت ممكن اقول لهم اي حاجة بس بعد واقفتوا قدامهم بالطريقة المستفزة دي وان انت استهزقت بكلامهم وشفت القسرة اللي في عين عمي والتعب اللي بظاهر عليه انا مش هقدر اقف زيك قدام ابوي واكثروا بالطريقة دي هانا اللي هيقولوا عليها انا هنفزوا والنصيحة مني نفزي لانهم المرة دي يستحلف لنا جامد بسبب عمينا اللي انا وانت عارفين ان هما مش طيقين ايوه انا وانت على خلاف ومش طيقين بعض بس هما مش حبينك دي علشانك دي انا موافق ومسلق لان انا داخل على مشروع كبير مش عندي استعداد اخسره فلان انت الشاركيني احسن مخسره نهائي وكمان موضوع الجواز كده كده هما قالوا سنة ونص وهنتطلق يعني هنقعد مع بعض في قضة سنة ونص انا بنتي كل واحد في حاله كأننا مش متجوزين ونهد الدنيا لانا لمش عاجد استعداد اشوف عمي مكسور ولا بويا كمان مكسور وينفزه اللي جاله عليه فهمتيني ولا عيد تاني كان كارم بيتكلمه ايوه بسطل بزهول يعني ايه موافق موافق ان هما الاتنين يتجوزوا وقالت له يعني الكلام ده يعني انا وانت حنتجوز ونعيش مع بعض ولازم نتقبل بعض لا لا انا شايف ان الموضوع ده استحاله لا انت هتتقبله ولا انا هتقبله لا بص يا بنت عمي انت حرة عايزة ترفضي ده هيرجعلي ساعتها ابوك هو اللي هيلغي كل مشاريحك اللي انت بتحلمي بيها والمزرعة هيتم حد تاني اللي يديرها اما انا ما عنديش استعداد اخطر وانا داخل على مصروع كبير هتطد فيه تحويشة عمري كلها علشان ابويا يكملهولي واني اشتغله ايه انت عايزة تكوني شاركتي فيه ما عنديش ماناة عايزة تتحني على جنبي وتقولي لا تتتنى عدلك ما عنديش ماناة انا المشاعر ما تفرجش معاي اهم حاجة تعبي وبعدان السنة ونص هيعد هوا اللي خلانا اتحملك كل السنين دي مش هتحملك سنة ونص اتحمليها نصيحة مني لان انا هقول لابوي اني مش هقدر اصد له طلب لهو ولا عمي وانت اللي هتبدي خسرانه من جهة ابوكي هيكون حزين جوي لان ابنته صغط اراته ومش كبرت بكلمته وفي الوقت ده ماليكة كانت بتسمع كلام كارم ما جايش عارفة تعمل ايه توافق او ترفض توافق على الجواز علشان كلام بابوها وعلشان ما شرحها وعلشان ما تخترت شرطك ببابوها وكسرته والله ترفض لانها ما بتقبلش كارم ولا بتحبه وفي الوقت ده كارم قالها اسمعي بنت عمي كلام انا حولهولي وانت حرة انا عمري ما حبيت اتدخل معاك في مواضيع بس دي نصيحة مني ليك دلوقتي ابوكي وابويا حطونا قدام امي الامر ده لازم نطلع منه بقال له خسارة علشان ما تخسرش كل حاجة انا بقولك اسمع كلام عمي لانا لشفت في عينينا عمي قسرة انك وعمرك ما سمعت كلامه وهو الهالك انا مش بقولك ارض بالامر الواقع انا مش عرضة بي الجواز هيكون في كواهد كل واحد في حياتي لا انا عمري هشترت عليك ولا انت هتشترت علي كل واحد ايه له حداد فهياته في حدود الاحترام انتي تحترميني وانا احترمك وانا ونصف هتعدي بدل ما تختاري حياتك كلها وعمي في مرة يعاني في جاوزك لأي حده خلاص وطبق طلعتي ونهيتي كل احلامي انا هسيبك تفقري علشان اكده هم هيدونا مهما نفق وبعدين هيسألوا ايه القرار انا قراري واضح وانت فقري واظن انت عارفة مصلحتك اكتر مني وانا ايه اللي ينفعك وانا ايه اللي يضر انا واحد عن نفسي عارف مصلحتي وهتكلم فيها كوي عن اسك يا بنت عمري اما بقى عند العمي كان قاعد حزين جدا وكان ببص الاخوه بحزن على قلمه على بنته وانا عنيدة وكان بقوله ما لك يا هوي فيك ايه انا شايف ان هما سكتوا وان هما ان شاء الله هيوفق ما لك احنا كل من لاجه حاجة عشان نحلها وتشيل الهم اللي فيك ده همك يزيد انا شايف ان تارم وردك هو اللي كان ساكت وما بيتكلمش اما بنتي ما سكتتش وعلت صوتها كمان عليها وعليه وهانت ابن عمها جدامنا انا تعبان جو من البيت دي الظاهر دلع فيها لزيادة خلها تتمادى وتفهم ان هي مهما هتحمل مش لها حساب معايا وان مش هقدر اجفلها ولا حسابها انا تعبت جوي كنت ببص الولدك اللي بيسمع الكلام وساكت وهاد جدا وببص البنت اللي بتستهزق بكلامنا وانا بتقطع كان غلطت في تربيتها او كاني لان حهول تعوضها عن غياب امها وموت امها تلعتها بالزيادة انا تعبان خايف ترجيتها دي لما تتجوز في بيت عائلة ويكون شديد ما تتحملش تشوف اسوأ المعاملة انا حاسس ان هي هترفض بس ولدك حيوافق لا تخافش يا خور انا واثق ان كارب حيقدر يكنحه علشان المشروع الجديد هو او مش هيبقل لها انه عايزها توافق بس انا واثق انه هيرمي لها كلام توافق لانه هيقاف ان المشروع الجديد يختاره وبنتك هتحب تدخل في التحدي دي زي ما هي طول عمرها بتتحدى كارب سدقنا اسبوها واحد بس وهنقعد معاه ونسألهم قراراتهم ايه وهم هيعملوا ايه وستدقنا هيوافق يا رب يا رب يا اخي توافق انا واثق ان هما الاتنين لو جربوا من بعد هيفاموا البعض انا حاسس ان ادمخهم جاربة من بعد بس الليه اللي عندي ما بينهم معرفش اما بقى عند بطلتنا فكانت بعد اسبوع واقفة متوترة وخايفة وابوها ببصولها بحزن بعد ما بعت لها هو وعمها وبعت كمان لكارب بطلتنا كانت بتبص الحزن ابوها ومش عارفة تعمل ايه كانت بتبتسم بهدوء مع ان نظرة الخبل اللي في عين ابوها فانو بقولها احترمين المراضي قداري تعبي قداري اني كبرتي في السن يعني ايه كانت بتقول كل الكلام دي كانت حاسة بقهرتها اتكلم العم وقال اظن احنا تبناكم واقفة تفاية وهو بقى لكم اسبوع لازم تدورها الحل الاكيد النهاردة لا موافجين لا مش موافجية احنا عايزين ناخد منكم الحل وتقول لنا موافجين ولا لا انا ابوه ما عنديش مانع في كل اللي قلتوني انا لا هخسر كلمتك ولا كلمة عمي وبعدين المشروع انا كنت عايزة كمينو من مال الحر ويبقى منفصل بس بداى منت وعمي مصرين ان كل المشاريع تبقى شركة بينكم انتو الاثنين ما حاكم في ماله فما ظلم واني مش هقدر اقول حاجة وانا على جوازي بنت عمي فهي بنت عمي وشلها جو عنايا لانها في الاول وفي الاخر هتبقى مرتك ومحسوبة عليك اوه دي الرسول عليها افضل الصلاة والسلام جال اللي يعامل مرته بلؤ فهو لقيه واني عمري ما كنت لقيه انا راجل ولازم اعامل مراتي بكرم علشان ابقى نفست بوسيط الرسول عليها افضل الصلاة والسلام يمكن انا وهي مش على وفاق ويمكن انا وهي ما نكونش بنا وفاق بس عمري ما اجلل منها ولا من احترامها يمكن هي اللي على طول متضايقة مني ومش حبة وجودي واني برد على اهانتها علشان انا راجل دم حامي ما اقبلش على نفسه ان حرمه تهني قاسف يا عمي ان ساعات بجاه الوجودك انت وابوي وانت ابوي الكبير بس هي دايما اللي بتطلعني عن شعوري وهي كمان عارفة وجدي وعارفة ان عمر ما تجاوز سمحها في الحد غير لو هي طلعتنا عن شعوري راجل يا ابن اخوي وعارف ان كل كلمة بتقولها بتطلع من لسانك بتبقى وعد لان انت تربيتنا مهما حاولت تبين فانت تربيتنا انت بقى يا مليكة هانم ردك ايه على القرار اللي اخدناه موافقة ولا لا ايه مليكة هانم دي كمان يا با انا ملوكتك حبيبتك وعمري ما قصر لك اي كلمة يا حاج انا موافقة واللي انت شايفه مناسب انا موافقة عليه ومعنديش اي اعتراض فيه ربنا اكرمكم ياولاد بدايما انتم واقفين جين فكل حاجة جاهزة مفيش الالعافش بتاع الجناح بتاعك هيتغير يا كارك علشان هتعيشوا فيه علشان يجده الفرح ان شاء الله هيكون كمان اسبوع من دلوقتي يعني متل النهاردة الدخلة جهزوا حلقه وجهزوا روحكم يلا يلا يا اخوي علشان ورانا حاجات كتير جوان وهنا مش هما الاتنين وهم فرحانين لانهم الاتنين وفقوا ماليكة بصت لابن عمها بنظرة كأنها بتقوله انت لقيب وفعلا قالت هالو بديق جدا وهي بتبصله وبتقوله بديق على فكرة انت لقيم جدا طلعتني انا الخبيثة الوحشة الشريرة اللي ما بتسمعش كلام اهلها بس عملت نفسك انت الملاك الطيب الحنية اللي بيسمع كلام الكل وهيسمع كلام عمه علشان ما يزعلهوش شفت ايه انت ازاي طلعت خبيث اوي خبيث ايه يا بنت عمي انا كل اللي انا بعمله سياسة الوضع ماليكة انا داخل على مشروع كبير اوي انا عايز اكبر المزرعة واعمل مزرعة ما اتعملتش حتى في مصر كلها وجاب لها معدات من بتاعة مره مزرعة حديثة في الحلبان وفي كل حاجة وفي انتاج اللحوم وفي انتاج القلبان وفي انتاج الجبن هتبقى مزرعة شاملة حتى في انتاج الطيور هعايز يبقى عندي شركة القصة وصدر للعالم كله والمشروع ده كبير جدا هحط فيه رأس المال كله بتاع والدي يعتبر وكمان تعب في السنين ده كلها ومش عايز ان حد يدره لان لو حد درك ممكن المشروع يتدمر بحاجة او يعمل اي حاجة احنا رأس مالنا سمعتنا يا ماليكة ولو فيه اختلاف بيني وبينك للأسف كل الاختلاف ده هيهد المشروع وانت دلوقتي شركتي فالمفروض تخافي وكمان انا عملت تأسيس الجدول وشفت كل حاجة لو انا وانت رفضنا ان احنا نكمل ونعمل اللي هم عايزينه هما ابويا وابوك هيتردونه والمشروع انا اسسته هيكمله فيه وناس كتير طمعانة وممكن تخرب الدنيا علشان كده عايزي الامور بسياسة وانا وانت هنشتغل مع بعض لازم الامور بيننا تكون هادية فهماني يا ماليكة اركيني كرهك ليه على جنب السنة دي لحد ما المشروع يخلص ومهلك جوازنا تخلص انا مش عارف كرهك ده ليه على فكرة بقى لو انا بتجاوز حدودي فانت جمعين بتتجاوز حدودا انت بتكره وامرك محبتني وانت اللي بتخليني اعمل كده ماليكة التسم حدودك في الكلام انا عمري ما كرهتك بالعكس انا دايما واجف معاك بس انت اللي نشفت دماغك من وانت مراهكة لاني بكرهت ليه لاني بنت عمي لما كانت تطلع بشعرها وانا شاب ويجي لصحابي واشوف في عينهم شهوة يمتها ويقول لها ادخلي تقول لي لا وتتكبر وتعاني انت تعرفي ان انا كنت بخاف عليك ودايما بحاول لحميك لانك بنت عمي لحمك وعرضك بس لا انت اخدت الموضوع بحززية ان انت بنت وان انا ولد ولازم اتحكم فيك وبدأت تتعاملي مع عم انه لازم يمسلتك الادارة زي وكل حاجة زي انت تعرفي لما يكون عندك تسليم في مزرعتك او في اي حاجة في المحاصيل لان مزرعتك هي مزرعة المحاصيل اللي انت اخترتها حسب ان انت دخلتك اسم الزراعة لشان تبقي مهندسة زراعية وتتعامل اسلوب ده مع الرجالة وتبيني انك راجع ببقى حاطة ايدي على قلبي لأي عامل مرووش من اللي بيشربه ولا بتنايله يعمل لك حاجة بس انت مش فارج معاك ده كله سمعي يا بنت الناس انا قلت اللي عندي وقلتلك مئة مرة لو تحكم لو خوفي عليك هو تحكمات ومن وجهة نظرك اني بقراهك فانا بقراهك يا سيدي وقاللي الايام والسنة ونص تعدي وانا وعيدة ان اول ما السنة ونص دي تعدي وخلص مشروعي هنا هروح افتح مشروعي في مكان تاني علشان اقبه وهسيب لك البلد وهسيب لك تمسك المشروع وانت حر لان انا تعبتي منك ومن تفكيرك العقيم ده خلص كلامي وهي في الوقت ده كيتوافى وهو مش مش بديق منها ومن تصرفتها وفي الوقت ده كان مدايق نهائي وهي كمان نفخت بديق عدت الايام وايجا يوم الفرح وكان لابس هدومه وهي كانت لابسة في الصير اللي بيض فكانت مكسوفة على مدايقة بس هي مش حافظة تباين له كسوفها وانه هي شايفة ان الموضوع عادي بيزنسه هيخلص وده كان شيء مدايقه بس مش حاول بلي يباينه لها اما هي كلمت وقالت قول لي بقى هتنام فيها علشان انا بصراحة تعبانة وعايزة نام وعايزة اليوم ده يخلص من الصبح اليوم متعب اصلا ماليك هوا انت ليم حاسسان ان هي قطت مع انك عارفة متأكدة انه ده قطت وان انا اللي المفروضة نام على سريري وانت شوفيلك مكان تنام فيه عمبتل يا ستة علشان اليوم ده يخلص لانه يوم متعب وبقالي كم يوم ما شفتش طعم النوم بعنايا السرير واسع انا مختاره عرض ايه اكسمي بالنص وحط مخدات بيني وبينك فاصل خليني انام وارتاح وانت تنام وترتاح لقيني صدقيني انا تعبان ومجهد وما عنديش اي استعداد اتجادل معاك في اي حاجة انا خلاص عقلي ما بقاش متقبل اي كلام وبس عايز ارتاح وانام فارجوك اسمعي الكلام وخلي اليوم يعدي ايه انت يعني ايه بتو ان انا وانت هنام على سرير واحد لا اسمع بقولك ايه ده ما كانش اتفاق انا وانت ما اتفاقناش ان احنا ننام على سرير واحد يا بنت الناس حرام عليك انا بجالي اسبوع ما نمتش من تجهيزات الفرح لترتيبات الناس اللي هيجوا لازم استقبلهم الصبح بدري الناس اللي هيجوا يشوف المكان والمعدات علشان تجهيز المصرعة الجديدة اسمعي انا هغير هدومي وانت نامي في الحتة اللي انت عايزها ان شاء الله تنامي في الحمام ذات نفسه انا مش هقولك بتعملي ايه لان بصراحة انا ذهكت من عندك ودماغك النشفة اللي اللي انت لازم اللي فيها تعمليه انا تعبت ومعاتش فيه وانت براحتك اما ماليكة خبطت رجلها في الارض ومغيز ومشت ويامت غازة ان وجدت نظرة ان ابن عمها بتحكم فيها شايفة ان هي اللي دايما واخده كل حاجة بتحدي اما هو نهيت بديء بعد دخولها للحمام وقال ايا ماليكة لو تفهمي خوفي عليك وحبي ليكي وتبطل اللي عندي اللي انت شغالة فيه دي هتريحيني وهتريحي نفسك من حاجات كتير جوي انا ساعات ببجى مخنوج ومدائج من اللي انت بتعمليه بس حبي ليكي حبي ليكي يا بنت العام اللي من وانت عائلة صغيرة ساكن جوالقلب هو اللي بخليني يعدي ليكي حاجات وعمري ما عديتها لحد عمري ما سمحت لحد يتجاوز معايا بالكلام او يعل صوته علي بس انتي بسمحلك تعملي كل حاجة لاني بشوفك بنتي قبل ما بشوفك حبيبتي ربنا يهديكي يا عمري عدت الايام وبطلتنا زي ما هي في عناد مستمر مع حبيبها اللي هي بدأت تحبه هي كمان بس هي خايفة من حبه وفيه سر مش قادرة تقول وفي يوم كان في المزرعة شغال وهو خلاص حب مشاكستها وشاركتها معايا في العام لما مش لقاها حاسي اني في حاجة قرر يروح البيت ويشوف ملق راح البيت لقاها قاعدة عسرية كان باين عليها التعب قاعد جنبها ولا لها ملق فيك ايه؟ وبهزلتش الشغل ليه؟ هو انت تعبانة؟ انا كنت حاسس من الصبح انك تعبانة جم جم عشان اوديك للدكتور بسطلو بتسامي الصخرية فانها بتقوله انا مش ميصدقة ولكن ما بل انت بتقولها تبتعمل كده ليه وبتكذب على نفسك ليه؟ وفي الوقت ده قالت له بصخرية بلا عليك ما تعملش نفسك بتحبني جوة لان انت لا بتحبني ولا بتجبني انت لو طايف تخنبني كنت اخذنك تاني انت عمرك محبتني رغم ان انا كنت بحبك وبحترمك شايفاك اخي الكبير بس انت ضيعت ده كله انا يا ماليكة بمثل اني خايف عليك انت لاي مش شايفة خوف عليك دايما وشايفة كل اهتماماتي فيك ليه يا ماليكة ليه ليه لو حتى كنت بتحبيني كاخر ليه بقيت بتكرهينك ده لا انت عمرك ما اعتبرتني كده ولا عمرك عبيتنك ودايما بتحب تجلل مني قدام النار انا فاكر فاكرة لما انت وصاحبك كنت قاعدين وصاحبك جالك بنت عمك حلوة جوة سمعتك وانت فاكر انها تقوله دي جمر دي حبيبتي اي حاجة لقدت بقوله انت عمى اي دي ما يتبصش عليها ويا ترى سمعت بقيت الكلام اللي سمعته غلط من البداية ولا جريت انت هبلة عايزان اسمع واحد بيتحسن في جمالك وارد عليها وقوله اي واقمر ليه مش شايفاني راجل حتى لو كنت لسه شاب مراهد فانت كنت حاجة تخصيني وحبك كانت زارع جواي وبعدين يا هانم انت سمعت الشملة غلط انا مش قلت له انت عمى قلت له انا حعميك علشان دي ما يتبصش عليها ولو كنت كملت الكلام كنت لاجتيني بقوله دي بنت عمي واختي ومرتي وحبيبتي واللي هيفكر يعمل معها حاجة دايجة هعميه وفعلا طربت صاحبي وطربت وقطعت علاقتي بيه انت ليه ليه مش جيت سألتيني بدل كل الكره اللي شلتي دي انت تعرف ان انا بحبك اكتر من نفسي منو انت عائلة صغيرة انا اللي اخترتلك اسمي مليك انا اللي كنت بمشيك على كل حاجة لان انا عايزلك اللحظة واللفظة مش تحكم فيك بس خوف زايد عليك بس انت لا سمعت اللي على كافك وبدأت يتعندي وبدأت تحسسين انك عدو بسطلو بابتسامة وهي مش بيصدق ان الكلام ده كله بتسمعه من حبيبها وقالتلو بابتسامة يعني انت بكنش جزك سجلل مني وان انت بتحبني والله بحبك بحب الجو كمان واعمل اي حاجة علشانك انت لازم تفهمي ان حبيتك وان عايزك تكوني سعيدة وفرحانة وبس لازم تفهمي من نظرات عناية لك لازم انت فهمي لما دايما كنت بشيل عنك غلب عمي اوعي تفتكري ان انا لما كنت برد عليك غلطك كنت برد عشان حابب اغلط فيك لا يا جلبي والله كنت برد علشان عمي يفهم اننا وانت غلطنا في بعض فما يجيسع عليك ولا يقولك حاجة دايق لازم تفهمي اني بحبك وبحب كل حاجة فيك يا عمري انتي كان بيقولي الكلام ده بعد ما عادها على رجل وهو ببصيلها بحبه ومقربها ليه وبشم راحتها اما هي تأثرت بكل لمسة منه وقالت له بحب انا كمان بحبك يا فار بس لما انت عملت معايك دي انا اتضايقت وبصراحة باجا قلت لازم اضايقك على طول وبصراحة كنت بحب عانت فيك كنت حاوز اطلع كل الوجع اللي في قلبي منه سلمتك من الوجع يا عمري كار يا حبيبة كار ده كارم يموت ولا يوجعك بحبك وحفظة لحبك لحد اخر نفس في عمري لازم تبقي عارفة الكلام دي لحد هنا احلم تمامين في الدنيا دي كلها تكون انتهت قصتنا قصتنا النهاردة مغزيها هو اني اللي احنا ممكن نسيب بعض او ممكن نكره بعض على سوق فهم ممكن اكون حاجة قالتلي وافهمها غلط واكره الشخص مع انه نيته ليه تكون خير شفت قصتنا من اول القصة وهي بتكره بطلنا وازاي متضايقة منه وفي الاخر طلع جواها حب وغيز مش قادر تتحكم فيه وسوق فيه فرقهم لاثنين عن بعض سنين كانوا المفروض يعيشوها جميع عايز اقول لكم اني مفيش حاجة اسمها حب حلال وحب حراق الحب حلال لان الحب هو ان انا اعرف شخص يجي يتقدم لي ويتجوزني ويعيش معاه في حب حلال اما الحاجة التانية دي مش حب تستغلال المشاعر شخص بيستغلك وانت بتستغل حب اهلك وسطرق فيهم اوعوا سموا ان العلاقات المحرمة اللي بتحصل ده حب تستغلال الحب هو للحلال اللي ربنا قال عليه بتمنى تكونوا فهمت قصتنا وما تنسوا ناش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس تمتم بصحة وعافية